طيب هنروح لكرة السلة سيدات يمكن برضو السوبر ابتدأ بس هما الرجال سابقين بخطوة سوبر السيدات ابتدأ فدور الستاشر النادي الاهلي بيلاعب ستة اكتوبر فوزنا على المباراة الاولى فوزنا بالمباراة الاولى اللي كانت على ما لعبنا في صلات الشهداء فوزنا بالنتيجة 82-59 عندنا المباراة التانية هتبقى هناك نكسب اي نتيجة ان شاء الله ويمكن كمان المرتبط بتاعنا يكسب فيبقى المباراة تحصيل حاصل لا وده ما فيش مرتبط انا اسف ده السوبر انا اسف معلش ده السوبر احنا نكسب بقى نتيجة نتأهل ان شاء الله يعني الموضوع يكفي الفوز بعد كده يبقى التمانية الكبار اذا ما حدقكم شايفين السيدات بتأخر خطوة عن الرجال بسبب منتخب السيدات يمكن منتخب السيدات لعب بطولة افريقيا بتأخر عن منتخب الرجال وهو ده اللي خلى دور الرجال يبتدي بدري شوي وزا ما انتم شايفين دي البطولة رقم 3 يمكن في الموسم محلية التحدي السلة بيجري في البطولات مش عشان حاجة ولكن عشان عنده في ويندو في شهر فبراير لكأس العلم تصفيات كأس العلم اللي جاية في عنده كمان بطولة العلم الانديية هتحصل فيها توقف في بطولة افريقيا البال تصفياتها والبطولة نفسها هيحصل توقف فهما الحقيقة استفادوا من التجارب السابقة وضغطوا الموسم من بدايته عشان يدوا فرصة للمنتخبات والفرقة المشاركة في افريقيا انها تستعد بشكل جيد طبعا فكر يحترم وانضباط بطولة السلة الحقيقة حاجة جيدة وده مش غريب يمكن دكتور مجدى مفريخة كان في اثناء يعني مكان الدوري بيتلغي هنا او هنا كان هو مصر ان الدوري يتلعب وكان دائما منتظم دوري كرة السلة ونتمنى ان شاء الله ان الدوري ده يعكس على المنتخب يعني انا نتمنى انه يعكس على المنتخب وعندنا انباء انه بشكل كبير خلاص الاتحاد اتحاد السلة بيخلص مع مدرب اجنابي هيقود الاتحاد او يخود المنتخب لفترة الجاية بس احنا نتمنى يكون في انجاز في هذا الملف عشان ندي فرصة للراجل يعني يبتدي يكتشف اللعيبة السلة غير الكور يعني مستر كيروش لما جيمسك فريقي كرة القدم او منتخب مصر كرة القدم قدر يعمل الفرق لان فيه بطولات كتيرة ومطشات كتيرة قدر من خلال لايحكم على اللاعبين وفيه لعبة محترفة هو عارف مستوها اصلا لما كرة السلة الموضوع صعب هو ممكن اللاعب يبقى موفق في مطشين او مش موفق في مطشين فيه يعطي انطباع خاطئ للمدير فني الاجنابي اللي هيجي فهو محتاج وقت احنا النهاردة في شهر 12 الويندو اللي جاي في فبراير 60 يوم قليلة جدا عشان يعمل تصور لمنتخب مصر وكمان ملف اللاعب المجنس لسه ما تحسمش هتقول لي ايه هو اللاعب المجنس في السلة كابتن هيسا بقولك انه اتحاد الدولي كرة السلة بيسمح ان انت تجيب لاعب مش جنسية بلدك يلعب معك كمحترف اه يمكن ان هو ده الاتحاد الوحيد اللي سامح بكده بس دي حقيقة تونس كانت جايبة مايكل رول اللي فرق معها جدا اللاعب الامريكاني اللي بلعب في الدوري الايطالي ولصالح مجري الحقيقة كان لي دور كبير انه يضموا مع الفريق نجح معهم واستطاع انه يعمل الفرق انه ما ياخدوا بطولة افريقيا اللي فات مش عيب لاعب انت بتجيبه مش يعني مش جنسية بلدك ولكن انا يمكن عندي تحفظ شوية في الموضوع ده انه احنا بلد المية وعشرة مليون عندنا عدد كبير عندنا قاعدة عريضة عندنا لعبة في جامعات نقدر نعمل في الفرق ان شاء الله